السرطان طبعا عايز اكلم معاكم في الكورس ده وعايزين نذكر طبعا ان مش مجرد اصابة شخص بمرض السرطان ده معناه حكم بالاعدام. ابدا هو مرض السرطان زي اي مرض عادي يمكن التعايش معاه ويمكن الشفاء منه. بل ويمكن اللقاية منه تماما. فاحنا هدفنا ان شاء الله في الكورس ده وان شاء الله يوصل الهدف بتاعنا ده للجميع بازن الله والكل يستفيد. هدفنا هو ان ازاي نعرف مع بعض ايه الاسباب اللي بتؤدي الى حدوث المرض ده وازاي ان احنا نبعد عنها على قدر المستطاع ونقي انفسنا من من هذه العوامل كلها. وازاي ان احنا يعني نعيش بقى مع المرض لو لو موجود خلاص فيه شخص مصاب بالمرض. زي ان احنا نعيش بقى ونتعايش مع المرض ونحاول نهزم المرض مع بعض. في الفترة الاخرين دي طبعا فيه اخبار كتير ومعلومات كتير منتشرة حوالين هذا المرض. اه معظم الاخبار بتكون يعني بتعطي امل زائف لبعض المرضى. اه مثلا علاج بيشفي من مرض السرطان بدون اعراض جانبية واخبار كثير من هذا القبيل. طبعا دي بتكون اخبار زائفة واخبار مغلوطة. واخبار اخرى او قصص اخرى بتدينا يعني بترهيب الناس من المرض. وبتري بالناس من كل حاجة بتري بالناس من العيشة بحالها يعني ده مثلا اكل معين بسبب السرطان ده مشروب معين بسبب السرطان ده عامل معين بسبب السرطان ابعده 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 فنمى جوال الناس خطر او خوف او رهبة من مسمى السرطان لكن في النهاية احنا عايزين نقول مع بعض ان احنا مش كل القرآن نصدقه مش كل اللي نسمعه ونصدقه نتحرد دقة كويس جدا في الاخبار اللي بنقراها وفي المعلومات اللي بنقراها وخاصة الطبية منها فان شاء الله مع بعض هنحط كده يعني قواعد معينة او هنحط كده يعني خطوط معينة بحيث ان هي يعني ايه اللي مش عارف يعرف واللي عارف يأكد المعلومة اللي عنده والفائدة تعم وطبعا برحب بكل المشتركين معنا في الكورس وبتمنى الفائدة تعم اه للجميع اه بهذا الكورس ان شاء الله اه السرطان طبعا بيصيب اه كده الجنسين الذكور والاناس وجميع الاعراق الغنية والفقيرة اه يصيبوا الاطفال يصيب الشيوخ الصغار كل الاعمار اه تصاب بالسرطان ما فيش حد محصن ضد مرض السرطان اه هنتكلم بقى في بداية ايه هو تعريف مرض السرطان وايه هي الخلايا السرطانية طبعا احنا عارفين ان الخلايا الطبيعية اه بتكون عملية اسمها عملية الانقسام ودي عملية بتبقى بتحكمها قوانين معينة الخلايا بتنقسم با يعني بوقت معين وبعدد معين وعملية منتظمة تماما يعني مش عملية بتتم كده اه صدفاتا لا كل حاجة بتتم يعني اه محسوبة اه دي الخلايا العادية بتكون بالعملية اه اه الطبيعية اللي هي عملية الانقسام وبتتجدد الخلايا وبتنتج لخلايا جديدة والخلايا القديمة بتموت وبتكون الخلايا المجاورة بتنظيف البقايا اه المجاورة لها بحيث انه يبقى يعني يظل الجسم بصحة جيدة وبصورة جيدة اما في خلايا السرطان اه العملية الطبيعية دي مش بتتم خالص ايه اللي بيحصل ان الخلايا السرطانية بتبدأ تنقسم بطريقة اه عشوائية وبسرعة اه بسرعة رهيبة وبتبدأ تكون لي خلايا ملايين الخلايا وبتبدأ تكون لي تكتلات وتجمعات وبتسبب لي يعني اه اورام وطبعا بيبدأ ينتشر الورا من مكان الى مكان اخر ويهاجر بقى من من اورجن لأورجن اخر وينتشر عن طريق الوعاء الانفاوي او الوعاء الدموي في عملية بنسميها عملية الميتاستازس بروسيس وعايز اقول لكم ان خلايا السرطانية يعني بتختلف تماما عن خلايا الطبيعية انها لا تموت بتفضل تنقسم تنقسم وعندها طاقة رهيبة لا تنفذ هنا عندنا شكل خلايا الطبيعية يعني الخلايا مترسة جنب بعضها البعض يعني في سبحان الله يعني سبحان الخالق يعني تحسوا انها يعني مفيش خلايا مخالفة للتانية كله يعني زي رسم هندسي بالزبط اما بالنسبة الخلايا الورمية شايفين الخلايا مختلفة تماما عن الخلايا الاصلية عفوا وشكل الخلايا بدأ يعني يختلف وبيكون لي الكتلة الورمية طيب عندي عندي انواع الورم هنتكلم عن انواع الورم في عندي نوعين من الورم عندي ورم حميد بنسميه بنعين تيومر والماليج نان تيومر اللي هو الورم الخميس طيب بسرعة كده هنفرق بين النوعين من انواع الورم الورم الحميد ده طبعا بتكون خلايا مشابهة للنسيج الاصلي اما الورم الخبيس بتكون الخلايا بتاعته مختلفة تماما عن النسيج الاصلي الورم الحميد بينمو ببطء عن الورم الخبيس طبعا الورم الحميد بيكون محاط بكابسول ومش بينتشر للخلايا او الانسيجة المجاورة اما في الورم الخبيس طبعا لا يحاط بكابسول وبينتشر الى الانسيجة المجاورة الاوعية الدموية بنلاقيها عددها قليل في الورم الحميد اما في الورم الخبيس بتكون عنده امتدادات دموية كثير علشان تغذي هذه الخلايا اذا تم استقصال الورم الحميد نادرا ما يعود نادرا يعني يكاد لا يعود بالمرة بعد الجراحة اما الورم الخبيس فممكن انه هو يعود مرة اخرى الى جسم الانسيجة ان شاء الله التقي بكم باذن الله في الجزء التاني من المحاضرة دي اشوفكم على خير ان شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة